الراديو تسعين تسعين هواها مصر وعلى نعمة وعلى فضل وعلى كرم من الله تبارك وتعالى هذه أيام الخير قد أتت وهذه أيام البر قد حلت وهذه أيام الوصول إلى الله تبارك وتعالى قد تجلت هذه الأنوار الصاطعات في سماء الرحمة الإلهية وهذه الآيات القرآنية السماوية التي تتنزل على قلوبنا في هذا الشهر والأيام الزكية نحن أخوة الإيمان والإسلام قادمون على سوق يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر الرابح من قام ليلة وإيقظ أهله وشد مئزره وأعلن الخير لله تبارك وتعالى أخوة الإيمان والإسلام واقترب رمضان وبدأ العد تنازلي لحلول هذا الشهر الكريم عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمني والبركة أخوة الإيمان والإسلام الحقيقة يعني أريد أن أتحدث معكم حول أمر هام تعالوا نتكلم عن الموضوع دوة اللي هنتكلم فيه دلوقتي لأنه الموضوع يخصنا كلنا جماعة وهو في حاجة اسمها إيه العشوائية العشوائية هي عدم وضوح الخطة عدم وضوح كيف ستخضي رمضان كيف سيمضي عليك رمضان زمان أو مش زمان يعني الكلمة مازالت موجودة في بعض المساجد بس الأئمة كنا بنسمحها منهم على طول يقول لك صلي صلاة مودع أول ما نيجي في صلاة الجماعة كان الإمام يقول كده صلوا صلاة مودع إيه صلوا صلاة مودع دي ميم واو دالعين صلوا صلاة مودع صلاة مودع أي صلاة من يستدبر الدنيا واستقبل الأخرة صلوا صلاة مودع يعني صلاة من يسمح له بآخر ركعتين يصليهما قبل أن يغادر الحياة إلى رب العالمين طب افرض بقى أني واحد خلاص محكوم عليه بالإعدام وقالوله إيه نفسك فيها قبل ما تموت قالهم في ركعتين اتنين صلاة اللي بيودع الدنيا تفتكروا الصلاة دي حيكون شكلها إيه لو قالوا لك إن دي آخر صلاة ليك وحتتتوكل على الله قبل الله عز وجل حتكون الصلاة دي احكينا عن خشوع فيها احكينا عن الخضوع فيها احكينا عن تدبرك للقرآن احكينا عن وقوفك في حالة استسلام بين يدى الرحمن سبحانه وتعالى فهمت أصدي ايه دي معنى كلمة صلاة مودع فلو كل إنسان صلى الصلاة اللي هو بيصليها كأنها صلاة مودع كأنها آخر صلاة أنا عاوز أقول لك حتخش في قولي تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون ربنا حيتقبل سبحانه وتعالى جل وعلا لخشوعك في الصلاة دي رقم واحد رقم اتنين ما تيجوا ننقل الفكرة دي للصيام ما تيجي نقول يلا تعالوا نصوم صيام مودع يعني شوفوا أولا أولا أنا مش ضامن مش ضامن إن إحنا يعني يعني نلحق رمضان يا رب ندرك رمضان يا رب نكون من أهل رمضان يا رب يجي علينا رمضان إحنا بينه بينه أيام أيام قليلة يا رب يجي علينا رمضان يعني هو النهاردة 18 شعبان يعني خلاص أقل من 12 يوم تقريبا خلصة القصة خلاص فأنا عاوز أقول إيه إن يا رب يكون يجي علينا رمضان يا رب نبقى من أهل رمضان بس عشان لو بقينا من أهل رمضان لا لا يبقى بيحبنا بقى بجد يبقى بيحبنا يبقى رأيت بينا خير لأنه بيدينا فرصة لأنه بيدينا فرصة الفرصة دي لم تتح لآخرين يرحم الله اللي مات ويهدي الله كل عاصي إنما الفرصة دي قتيحت لك أنت يا راجل يا طيب يا ستة يا محترمة الفرصة دي معناها إن ربنا بيحبنا ربنا بيحبنا ربنا رضي عننا يا رب يجي علينا رمضان لو جي علينا رمضان يبقى احنا في نعمة كبيرة جدا يبقى احنا في عافية كبيرة جدا يبقى احنا في ستر كبير جدا يعني لو جي علينا رمضان شوف ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا إنه يفتح لنا باب من أبواب الرحمة والخيرات والبركات ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى وعطية من الله عز وجل وهدية من المولى سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا رمضان طيب ادي واحد طيب لو جعلنا رمضان بقى ده سؤال رقم اتنين هتعمل فيه ايه يا رب قدرنا على رمضان يا رب أعيننا على رمضان يا رب سعدنا على رمضان يا رب ما نخسرش الرمضان طيب ادرنا ان احنا نعبد ربنا في رمضان خشي بقى على السؤال رقم ثلاثة يا طارح يجعلنا رمضان تاني ولدى اخر رمضان يا ربي طول اعماركم يا ربي كتر احبابكم يا ربي ما يفرق بينكم بس يعمل حسابك على كل حاجة وانيبوا الى ربكم واسلموا لهم من قبل اتيكم العذاب وصببوا لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل اتيكم العذاب وغطة وانتم لا تشعرون ان تقول نفسني حسرة على ما فردت في جنب الله وان كنتنا من الساخرين او تقول لو ان الله داني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو انا ليه كرة فاكون من المحصنين يبقى نتفق اتفاق واحد احنا بندعي ربنا ان يحصل علينا رمضان تمام يبقى بندعي ربنا نحصل رمضان تاني حاجة بندعي ربنا ان احنا ننجح في عبادة رمضان رقم تلاتة ندعي ربنا انه يقبل مننا رمضان ويعيد علينا رمضان ولذلك الاعمال الصالحة او العمل الصالحة ايها المستمع الكريم واياتها المستمعة الكريمة ليها تلات تلات ابواب او ليها تلات اقسام او ليها تلات اجزاء الجزء الاول ان ربنا يدلك عليه النعمة الاولى اول نعمة ان ربنا يدلك على الطاعة ويلين قلبك ليها ويهديك ليها ويشرح صدرك ليها تاني حاجة انه يعينك على الطاعة فيها انه يعينك على الطاعة فيها تالت حاجة انه يقبلها منك تعالى طبقها طبقها في كل حاجة القرآن اول حاجة يا رب يشرح صدورنا للقرآن تاني حاجة يا رب اعيننا على قراءة القرآن وعلى فهم القرآن تالت حاجة يا رب اقبل مننا سواب قراءة القرآن يلا خد الزكاة يا رب عطرنا في باب خير نقدر نأمن فيه ان فلوسنا وصلت في مكانها الصحيح ونعمل فيه الخير طيب اتنين يا رب ما تخليش قلوبنا تبخل عند العطاء وما تخليش نفوسنا تجزع عند البزل يا رب العالمين قدرنا على ان احنا نطلع الدنيا من جيوبنا ومن ايدينا بقلوب سليمة لانه امتع واجمل وارفع وارقش ان ربنا يجعل الدنيا في يديك ولا يجعلها في قلبك تلاتة ان ربنا يقبل طب تعالى خش على الحج يا رب يصر لنا الحج يا رب شرح صدرنا للحج اتنين يا رب اعيننا على اداء المناسك تلاتة يا رب اقبل مننا الحج نتعالى خش على الصيام يا رب بلغنا رمضان واش رح صدرنا للصلاة والصيام والقرآن اتنين يا رب اعيننا على الصيام ثلاثة يا ربي اقبل منا الصيام عرفت يعني أسم كل حاجة لثلاث مراحل واحد إنه يشرح صدرك اثنين إنه يعينك على الأداء ثلاثة إنه يقبل منك العمل هو ده اللي قاله سيدنا سليمان فتبسم ضحكا من قولها وقال رب أوزعني أدرني ساعدني أعني أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إنما بتبقى المشكلة يا جماعة المشكلة إن إحنا كننا وقعين فيها لماذا نخسر رمضان ولماذا يفلت منا رمضان ولماذا نخرج من رمضان بخفة حنين ليه إحنا بنكون مفلسين بعد رمضان إلا مراحمة ربك أنا ما بعممش لماذا نخسر رمضان كل عام لماذا نخسر رمضان كل عام نخسر رمضان كل عام باختصار شديد لعشوائية الطاعة انت داخل من غير خطة انت لما بتكون طالع مصيف بتحط له الخطة بتاعته هاخد معايا مبلغ كذا هاخد معايا كوفيرت اتماع رشي ايه هاخد معايا لعبة ايه هاخد معايا هدوم ايه انت ماشي بخطة انت طالع الحج ماشي بخطة واحد وبتشوف برنامج الرحلة بتروح شركة السياحة اللي انت بتدفع لها الفلوس عشان تطلع الحج ولا العمرة مثلا وبتقول وروني البرنامج لو سمحتم اسم الله عليك يعني عارف حاجة اسمها البرنامج يعني عارف حاجة اسمها الاسكاديو او الترتيب او الموعيد لما بتخش مطعم بتطلب البانفلت او بتطلب المينيو المينيو اللي انت بتطلب عليه الاكل بتشوف دي ايه وده شكلها ايه ودي سعر انت ماشي بخطة انت مش دخل عشوائي اما بتخطب واحدة اما راح تتجوز ماشي بخطة حالخطبة يوم كذا ايرانة الفتحة يوم كذا الشبكة يوم كذا حننزل نجيب العفشة يوم كذا كتب الكتاب يوم كذا الفرح يوم كذا الدخلة يوم كذا شهر العسل فحنروح للمكان الفلاني الكلام ده ماشي بخطة لما بتجي ابنك في المدرسة بتروح تسأل وتناقش مدير المدرسة المناهج بتحكم بتدرسله ازاي الولد حيلبس ايه الولد حيروح الساعة كام البص حيجي له الساعة كام اللي حيقعد كم ساعة في المدرسة ويطرى المدرسة فيها كنتين فيها اسعاف فيها مستشفى فيها طبيب زائر فيها اخصاء اجتماعي فيه رحلات في المدرسة ولا لا فيه انشطة رياضية ولا لا فيه انشطة موسيقية ولا لا اللي حيدرسله اللغات مين واللغات اللي حتدرس ايه ومين انت بتسأل عن تفاصيل عن خطة علشان ادنك ياخد الكيجي وان ولا كيجي تو المهم كل حياتنا فيها خطة كلنا دلوقتي ما شاء الله بقينا في اساتيزة كرة قدم لقوا كرة قدم ايه كرة قدم عالمية الله يكرمه وتقول لنا عمره الكابتر محمد صلاح خلى الشعب كله دلوقتي بيتكلم في الكورة وتكلم كرة حلوة قوي والناس قاعدة دلوقتي عارفة عن ايه لي فربول وفهم وفهم يعني ايه ريال مدريد وفهم يعني ايه ما عرفش تشيلسي وفهم يعني ايه روما يا صلاة احنا نسينا الاهلي والزمالك ده محدش بقي شجع كرة محلية ده كان لسه فيه مطش من الاهلي والزمالك انا عاوز اقول لكم ما حدش خد باله منه اصل وبتلعب مش هو ده اللي كان بيحصل في المصر في المطشة دي دي كانت حالة التوارق بتعلن في البلاد شرقها وغربها ده كان بقى كأنه حظر تجول دلوقتي بقى خلاص بقى ليفربول وتشيلسي وكلام بقى خلاص بقى احنا بقى نتعلم مستورد خلاص طيب وبنقعد دلوقتي تقعد عن قهوة ولا تقعد مع ناس بفلاحين في كفر ما عرفش ايه يبعدين لك ايه الخطة بتاعت المدرب دي مش راح هو الخطة بتاعته غالط اصلبير عب الخطة غالط يا صلاة النبي يا صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي ده بقى يتكلم عن الخطة يعني عارفين الخطة في الكرة عارفين الخطة في 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 المصيف على الخطة في التعليم الخطة في البيت الخطة في النفقات الخطة في كل حاجة الا العبادة انا اسف اني بقول لكم كده العبادة بتاعتنا بنمارسها بشكل عشوائي ما فيش خطة تقدر تقول لي مجهز ايه رمضان تقدر تقول لي مجهز ايه رمضان بالله عليك لو انا قلت لك ان فيه رئيس دولة جايلك يلا يا عم طبعا انت مش هتصدقني بس افرد مثلا يعني ان رئيس دولة جايلك ان مالك من ملوك جايلك ان واحد مطرب شهير ولا ممثل معروف ولا محمد صلاح مثلا هيجي لك البيت مثلا هيجي بالصدفة كده بظروفها كده وانت قاعد في البيت مش هتفرش حاجة يعني مش هتغير ستغير مش هتبيض الحلل يعني مش هتلمع الاكر مش هتدهن باب الشقة مش فاهم يعني ده انت هتقلب دماغ الحتة ده انت هتجيب صداعه لرئيس الحي اللي عندك في الحي ده انت هتخلي ولادك يعزله علشان يفضوا الشقة يعني هتعمل استعدادهات انا عاوز اقول ايه هتعمل تحضير هتعمل استعداد طب احنا جاينا شهر الرمضان تيجوا نتعامل معاك انه ضيف وهو فعلا ضيف افتكروا كلامي لان انت اول ما يجي رمضان هتفاجأ ان بكرة بقولك ايه بكرة 21 رمضان ده بكرة بعد بكرة العيد هتلاقي الرمضان خلص كالعادة كالعادة عندنا عشوائية بدليل انه بيجي فجأة وبيمشي فجأة انا بكلمكم بجد كل الناس مرتبكة دلوقتي في الايان ده عشان كله بيجهز لرمضان يا اخوانا طب ما انتم قدامكم السنة كلها كانت معالينا ما لا يدرك كله لا يدرك جله احنا عندنا دلوقتي في برنامج احنا ده خلاص دخل علينا رمضان يا ربي اكتب لكم العمر والصعادة والصحة فيه تعالوا رمضان ده ما يفليتش تعالوا رمضان ده ما يهربش تعالوا السوق ده ما نخسارش ابوس ادكم كفاية خساير كفاية خساير كفاية هزايم كفاية هزايم يلا ننتصر يلا ننتظر شوف اللي يعني يعني بعض الاندية كانت بتخسر مثلا على مدار سبع تمن تسع سنين اخيرا انتصرت امل في امل يلا بقى احنا كمان ننتصر ونكسب ونكسبه لو دوري واحد ونكسبه لو كس واحد ونكسبه لو رمضان واحد يا اخوانا رمضان واحد حيفرق معايا ومعاك تعالى خد الموضوع جد يا يحيا خد الكتابة بقوة تعالى خد الموضوع بجد خد الموضوع بدون كلل ولا ملل مش هتضمن انه يتكرر عليك تاني انت مش ضامن بص بص افتح ازندتك وشوف عدد الجنازات اللي انت قضيتها السنة اللي فاتت دي من رمضان اللي فات لغاية رمضان ده ما عديت على كم جنازة عزيت في كم ميت فقدت كم حبيب خسرت كم صديق فارقنا كم راجل اجدع مني ومنك واشتر مني ومنك وصحته حديد عني وعنك قريت عن كم حادث قريت عن كم واحد استشهد قريت عن كم عربية قلبت قريت عن كم بيت وقع ربنا طول عمركم مش بنظر عليكم ولا بقر ولا بحسن لكن ربنا بيقول وذكر فان ذكر تنفع المؤمنين لان ربنا بيقول سيتذكروا من يخشى مش هدي الوظيفة اللي ربنا اناطها باهل بالعلماء انهم اسمهم اهل الذكر لازم نذكرك لازم نفهمك لازم نصحيك لازم نوعيك لازم نراجع معاك ويا بخت من بكاني وبكى علي ولا دحكنيش ودحك الناس علي خدوا الموضوع جد رمضان داخل عليك انت ما تقعدش تخوت نفسك وتشوف كم شكرة روز وكم كيلو سكر وكم علبة بالح وكم علبة سم الكلام ده كلام كفاية معلفة كفاية معلفة احنا عاملين نعرف قدان اكل نفسك زي ما انت عاوز طول السنة دس زي ما انت عاوز طول السنة تعالى الحش زي ما احنا عاوزين انما الشهر ده تعالى نقلل الاكل تعالى نقلل المسبك تعالى نقلل المحشي تعالى نقلل اللحمة تعالى نختصر الفتة تعالى نختصر العزومات تعالى نتعلم التواضع تعالوا نتعلم التقشف تعالوا نتعلم الزهد تعالوا ننصل للارحام تعالوا نكسر من الصداقات وفر من اكلك اقطع من مطبخك ودي لجارك الفقير ادي للفقير اللي توفره في بيتك عشان ميراتك ما تقولش عليك راجل جلدة وبخيل وليها اخد الفلوس اهي اللي كنا حنصرفها على المحشي واللحمة وده تعالي نصرفها انا وانت دلوقتي ننزل في الشارع نصرفها على الفقراء والمساكين جرب جرب ودوء انا بقولك وصفة جديدة جرب ودوء جرب ودوء يلا جهز نفسك اوعى تلخل نفسك بالسلع التمونية وخلي العالي تاكل العالي انه مش محاريم انت عيالك مش محاريم مش مخرجهم من مجاعة في احدى الدول الافريقية انت مش مخرج عيالك من مجاعة وجيبهم من الصحراء انت عيالك عمال تأكل فيهم بالف هانا وشفى على قلبهم طول السنة تعالى السنة دي بقى لازم يحسوا ان الاسرة بتعيش في جوه من الزهد جوه من الزهد جوه من تقليل متع الحياة لطاعة الله سبحانه وتعالى باختصار يا جماعة باختصار في ضيف كريم اسمه رمضان رمضان لما يجيلك هتستقبله ازاي